اطلقت في عمان حملة توعوية للحد من اطلاق العيارات النارية ومكافحة المخدرات بحضور مختلف الفعاليات الرسمية والشعبية وقال محافظ العاصماء الدكتور سعد الشهاب ان ظاهرة اطلاق العيارات النارية اصبحت تشكل عبءا امنيا ومجتمعيا ونفسيا ويجب على الجميع التصدي لها بدورها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة خول العرموطي اننا بحاجة الى المزيد من الجرأة في التشخيص والمتابعة والعلاج للوصول الى حلول حقيقية تنهي هاتين الظاهرتين ومن جهته قال قائد امن اقليم العاصمة العميد خالد العجرمي ان ظاهرة اطلاق العيارات النارية لها جذور مرتبطة بعادات اجتماعية قديمة للتعبير عن الفرح في المناسبات الاجتماعية من جانبه قال مدير ادارة مكافحة المخدرات العميد انور الطراونة نسعى لاجاد مجتمع رافض للمخدرات من خلال قيام كل قطاع بدوره سواء كان هذا الدور دينيا او اعلاميا او اقتصاديا او صحيا او توعويا واعتبر رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس احمد العبداللات انتشار المخدرات تحديا للدولة باسرها ويتوجب على الجميع مضاعفة الجهود للحد منها والقضاء عليها وتضمن حفل الافتتاح عرض مواد فيلمية عن الاثار المدمرة للمخدرات واطلاق العيرات النارية احنا نناشد اخواننا المواطنين بالمملكة الاردنية الهاشمية من العقبة الى الرمثة على شد يد من حديد على كل من تسول له نفسه ان يعبث بامن هذا البلد او بالاساءة او بحزن اي شخص او تعكير اي شخص من الاردن احنا الاردنيين ان شاء الله الاحرار نجلس على هذا نقف على هذا التراب الوطن الطيب واحنا من خلف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في مدرسة الهاشميين كما تعلمنا انا ناشط من ثلاثين سنة من الصغر وانا ابوي مختار واحنا دائما نقوم بالاعمال الطيبة والخيرة انا رجل اصلاح الحمد لله ونحن نقتدي في الهاشميين وضد المخدرات وضد اطلاق العيارات النارية وزي ما تفضل جلالة الملك نشكره اينما كان وينما يروح هو دائما ممثل النا انه عدم اطلاق العيارات النارية لو كان ابني انك تعقبه